موسيقى هيئة التحكيم نفسها وحنا سنتحدث عنه تعيين المحكمين مش من الشرط أو المفترض أن التحكيم يكون هيئة التحكيم بدوعه قانونيين أو بضاة أو محامين خالص. بل على العكس من الافضل ان يكون المحكم ده رجل فني. ليه؟ بيساهل علي ان انا رؤلي خبير. انا مش عايز ارؤلي خبير. انا اساسا رسوم التحكيم عندي عالية. دفع الدعوة تمنها وسددها ورسمها ومصارفها ونفاقتها واللجوء اليه والرسوم اللي بتطلع عن حكم. ده خير الادايع ده خير كزا ده 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 كزا عالية رسوم كتير فمش هطلب ده لجنة اه خاصة بها فتبقى لجنة فنية لان انا مش هروح اكيد الخبرة اللي في وزارة العدل ولا الخبرة التبقيين في المحكمة الاقتصادية يعني انا بتكلم في وضعية تحكيمية ممن المفترض تخلص في سنة تشهور سنة بالكتير فاكيد مش هروح لخبرة وزارة العدل اقول لهم والله انا قاسد انا عندي دهوة تحكيمية فبعد اذنكم افحصوها اه كشكل خبرة وطبعا اوه انا قد ايجي عليها هتقعد ثلاث سنين في الخبرة. وحليني عبال ما يشتغل وبعد ان ما يشتغل فيها اربع خمس شهور واجازات وصفر واجازة خضائية وبعد كده اديني شهرين عبال مكتب التقارير ووحي شهر عبال ما التقاريري البيعي والديني اجل اللي اطلع لها. لان احنا هتقعد ثلاث سنين. ابقى انا ايه لازمة التحكيم? فانا مش هتقعد التحكيم بقى اصلا. فانا لما بطلب خبرة. الخبرة بالزد في التحكيم ليه مضع خاص. انا بطلب لجنة فنية منتدمة ومشكلة من فلان وفلان وفلان تابعين لهيئة كزا 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 والموضوع بينتي وبتفع رسمهم وبينزلوا واتفحصهم. موضوع كلهم ما بياخدش اكتر ان عشق اياها. لكن النقطة اللي انا هنا عندي. وهي نقطة مميزة في الموضوع ومميزة فين? في اتفاق التحكيم. فين ايه ايه? في ان انا لما بلجأ. ايه لا? التحكيم? بلجأ لشخص فني ومتخصص. وبالتالي هو لو المحكم ده شخص كان يعمل في هذا المجال. واطراف التحكيم موكلين الناس يعملوا في هذا المجال. فده في حد ذاته بيسهل عليك وبيخليك تنجز في المهمة التحكيم. اضافة الى انه بيوفر وبيسهل وبيخفر للنفقات. انا بحتاج نفقات لخبير والوضع تقرير والفحص. وممكن اطلب نقل هاي يعني هاي التحكيم نفسها ممكن اطلب انتقالهم الى جهة اه بقوع مسلا حادث النقل البحري في المركب في الشحنة كذا كذا اللي راحت وحصل فيها مفشتلة. اه. وبقى انتقالهم للمعينة. فده كارثة. ده مصاريف ونفقات وطعطيل. طبعا ده موضوع بياخد. فده ميزة بتبقى في التحكيم. ان انا باخدار الشخص للفني القابل لهذا. وده اللي بيخلينا نروح بقى للنقطة التانية احنا مشيلا بقى في الدعوة خلاص وحاجزنا الدعوة. طيب. انا لما رحت بقى من البداية قدمت الطلاب. بيتعرض علي تعيين المحكي. طبعا انا انا اتكلم في الحلقات السابعة على ان احنا لو حصل نزاع او خلاف من الاطراف على اللجوء للتحكيم على تعيين المحكمين على غيره 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 كل ده بيترفع له قضية مخصوص. حرفها قضية بتعيين مركز تحكيم. حرفها قضية بالزام الخصم المرفوع للقضية بان هو يخضع لشروط ولقيعة هذا المركز. هرفع برضو قضية بقبول تعيين المحكمين. واعدادهم وصفاتهم باسماءهم. طيب انا بقى هنا مش حاجة لقضية. انا مجرد الاتفاق اللي بيني وبين الفصم المحكم. حعين المحكم ده يفترض فيه الحياة زي وزي القضي بالصفة. مش بيفترض فيه هو من اساسياته. خاصة ان المحكم ده بيبقى عبارة عن موصف عام. لازم يكون له صفة الموصف العام. يعني من اي خلق تواجبات وظيفته جناية. ثورة جناية سيه زي الموصف العام. بتقوم عليه كافة المسئوليات القانونية المدنية والجنائية في حدود ممارسته الوظيفة. فجرة المحكم دي مش ميزة. في بعض الناس بيشوف انا عايز انا مستشار في التحكين. اصلا انا مش عارف دي لا مش ميزة. دي متحط عليك مسئوليات كتير. واعباء ضخمة. ولو حضرتك ما قمتش بهزيه المسئوليات يترطب عليه. طبعا ده تبقى في احكام ومسئولية جنائية وقضايا وخلافه وكثير من المحكمين واقعوا في هذا الامر. حتى كان من ضمن المصرفات في اختيار المحكمين. في القضية من ضمن الوظائق كان موتف طريق يعني. احد الخصوم بعد ان عيننا المحكم لتحكيم. فكان بيتصل بيه على التليفون. فما ردش عليه. فرجع بعد كده بيكلم محاميه. المحامي اللي كان معين لمباشرة قضية التحكيمية. فأنا بيتصل بصاحبنا ده اللي احنا عينناه محكم في القضية. وما بيردش علي. طبعا كارثة. يعني طبعا كارثة. هذا التصرف تصرف كارثة. كأنك بتقر باتفاق وان الموضوع فيه رشوة. وكأنك بتقول له ده اتعابك اللي انت بتاخدها نتيجة ممارستك او مباشرتك ليه القضية التحكيمية. هي بمثابة رشوة انا بدي يالك عشان تعمل له. طبعا ده يعني. تصرف كان خاطئ. حتى المحاميه يعني رجل محترم. هو كان زميل فاضل ونبتهم لهذا الامر وقال له انت اخطأت. وما تعملش كده ثاني. هو مش مسئول انه يرد عليه. هو غير ملزم ان يرد عليه ده موظف عام. دي جريم. والمحكم حين خبوره للقضية التحكيمية يلزم مركز التحكيم وده الالعاب في غالبية مركز التحكيم في انه هو يوطع على تعهد رسمي بانه مسئول مسئولية مدنية وجنائية عن كافة التصرفات وانا اولاك سأله علاقة باي من اطراف الدعوة وانه هو حيادي. وهذا اقرار منه اقرار رسمي. كموظف عام. كموظف عام. فالموضوع في المنتهى الخطوة. طبعا بيجي من حضرتك تقدم التحكيم. تقدم التحكيم بيتعين المحكم. فلا بختار المحكم بختار الاعداد واحد ولا تلاتة خمسة سبعة طبعا بيفضل واحد حتى ينتقل الامر سريعا. طبعا لو كانت قضية بقى كبيرة ممكن تلاتة. المحكم بيختير ولا يفضل. مركز التحكيم ما بيفرضوش. وانما مركز التحكيم دايما عنده جزئية انه هو بيرشح المحكم. ودي نقطة تكاد تكون برضو جائبة عن الخاسية. يعني برضو من ضمن الطرائف برضو اللي كانت بتادينا برضو في التحكيم ان عرض قضية تحكيمية فكانوا يقولوله مفتر المحكمين في احد الاطراف في الشركة قال هنختار فلان. مستاذ فلان. مستاذ فلان ده كان محامي من الشؤون الفتراغنية في الشركة. طبعا المركز رفض. فلما بيسألوا يعني كان سعيدة سؤالي كان مواجه ليه انا وانا كنت اخصني اصلا في هذه القضية. قلت لهم لا يصح ان يكون المحكم موظف لديه. ده ما يصحش. وما ينفعش حتى تجيبه من برا. يعني ما ينفعش ان انت تتفق مع اي مكتب محامي. تقوله تعالى انت اللي هتمسك محكم في القضية التحكمية. لا يا سح. لا يا سح. مركز التحكيم عنده هيئة تحكمية. محكمين. تم اختيارهم وفق ضوابط قرنية. وتم اعتمادهم. مش الاعتمادات الخاصة بوزارة العدلة او غيره. وانما تم اعتمادها وفقا للائحة المركز. في مركز التحكيم انا بقدم طالما انا عايزة والمحكم عنده. مين حضرتك انا فلان. مشتغل كزا. مؤهلاتي كزا. عندي كبرات كزا. عملت ابحاث. اديت محاضرات. قلت كزا. شاركت في كزا. عملت كزا. استاذ جامعة قاضي غيره. محامي كبير. معروف. اه والله انت هتشتغل عندنا. في التحكيم. بشروط كزا وكزا وكزا وكزا. بشرط ان ان انت بيبقاش لك علاقة بالاطراف. حتى ما يشكش فيه. ممكن يكون محامي. محامي معروف. محامي ولقى اسمه ولقى مكتبه. طيما انا لما بقى محكم ما سهل جدا ان الاطراف دول يقول للمكتب. وهو احنا هنوكلك. يلا ايه بقى واحد من عندك كده في المكتب نعمله توكيل كده في السرق. هو يتورى القضية وانت كده تبقى المحكم ويلا هم عاديك معانا لها. لا يا صح. لا يا صح. ولن يسمح مركز تحكيم. مخترق وقائم بهذا الامر. وحتى الاشراف يعني مركز تحكيم دي. ليها اشرافات ولازم اتفاقات دولية ولازم اعتمدات ولازم حتى وزارة العجل. حتى لو. حتى لو. يعني على فرض حتى يعني يمكن برضو حضراتكم يكونوا تكون صادفتم او عايزين تسألهم. طب ايه في الحصن? هنا بقف عند جزئية اخيرة خالص حرف لها في الاخر اللي هي اليداعات. اليداع ده يعني السيغة تنفذية. خلاص خطيته خلصت التحكيم وروحت التحكيم ودفعت الفلوس وتحكيم وتلعب حكم الصالحة على خلق ومبروك. حيروح الحكم اللاضي. يوه على المطاهم حيدفع دعوه بطلان التحكيم. وهيعمل له اشكال وهيعمل له طلب واعفة تنفيذ. وهيقدم تظلمات لقاضي التنفيذ نفسه. ويجيب ما يفيد انه ده كم المحامي وده كذا بدول فصول. وان الطرف ده شكال عندك مركز ما اكيد الخصوص. مش هيسكت. فمن الممكن ان يعقل هذا الامر التحكيم برمضك وينهي التحكيم وينهي الحق ويبتله ويسكده نهائيا واتطرق حضرتك تعيده مرة اخرى او انك تلجح للقضاء او ان حضرتك طبعا هذا المركز سوف يوقع وعليه او الطباق وكذا انتم خليل الواقع مزارة الله.